سيد عسام وبرضو في نهاية الموضوع اللي انا عايز اكلم مع حضرك في امر اهم جدا وهو ان شركة لايف الحقيقة اللي بتدير قناة النيد الاهلي واخدع على عاتقها خلالها دي الفترة والفترة السابقة ان هي دايما تكون لنبذ التعصب واه اه اعلاق دايما مصلحة الوقت نبذ التعصب هي كلمة كبيرة جدا وكلمة واسعة جدا نقدر نتكلم فيها ولكن في النهاية احنا بنعمل كده ليه عشان نصل في النهاية نبذ التعصب عودة جمهور للملع هي بس طبعا ما هو انت لما بتكلم لسه بنقول شركات وطنية الجمهورية التانية مصر في عنوانها مصر الجديدة هي نسخة دولية حقيقية هؤلاء يعملون على مدار الساعة فهذا سياسية حكومات متعقبة بتسلم وتستلم كل مشروعاتنا الاملاقة في مناحي كثيرة من الحياة حتى الانتاج الدرامي حتى التنقية بعض الاجواء في الشركات الكبرى مع كبراءات الصحف والقنوات وكذا كله بيصير في نفس الخط لكن الواضح جدا ان احنا لازم نقر ان ما فيش كرة ضايت وانه من اساء يعني من امن العقوبة اساء الادب هي نسخة علامية الحياة فهي بدلا من نبذ التعصب التعصب ده في كل بلدان العالم هو ان تتعصب لفريقك ان تتعصب لأسرتك وهكذا لكن احنا ليه خلناها جملة فيها تورية بمعنى المفروض ان ينبز العنف سبة ضربة كسرة لكن لا احد يحمل امن هذا الوطن بكل ما يحيط بمصر من مخاطر الشرطة المدنية خواتنا المسلحة تحيط مصر رغم هذا الحزام ما شاء الله بامان مئة بالمئة واللي عايز يشوف يتفرج وهكذا من يعمل في الداخل انت بقى ليه مش عايز تحط ضابط بالمناسبة في السينمات وفي داون تاون في مصر وفي كل العالم انه مش عامل فيها اجنبي الشرطة تقف عند بوابات السينما لا شأن لها بتسكرة الدخول او بالتفتيش الذاتي هناك رجال امن مدربين من اول الرجل الطيب اللي في عمارة لغاية لما بنشوفه من زمانة او اسم محمودة او اسم جمالة او السامي لابس القميس اللبن الشيك دا والملاعب كده المفروض اللي هو الرجل بيقول عليه السيسوريتي الناس الطيبين دول تمام؟ هذا الرجل اذا لم يستدعي الامن اللي بيؤمن محيط البلاد والعباد هو غير منوت به عشان ما يحتكش بشعبه هو اللي دخلوا الموضوع الا باستدعاء كما النجدة وكذا لكن الشوارع والنواصي واماكن الترفيه والعبادة في حماية الشرطة وبالتالي رجال الامن المدربين بيستدعوا عشان فكرة المحضرة كابتن اسلام لانت بقى اين هي مشروعية الامن الرياضي اللي هو لازم يبقى عبر خريجين ليه مثلا التربية الردية وهذا طرح رائع يدربه على برضه انه مش يقف يبقى عاوز يعمل فيها يا كولونيل برضه لا هو لازم يبقى مدرب زي اللي بنشوفه معاديين وشوهم كده زي يا كابتن لما تخلق نوع من العقوبات انا اسف ما احترام القانون الشغب الجزء الجناي فيه رائع مستشار اسامة الديل بالمناسبة هذا الرجل العظيم شأنه شأن كل ما يسمى رجال النهابة العامة جابوا النموذج يا جماعة الانجليزي وعملوه في الشأن ما يخص القانون حين يبلغ امن الرياضة بالتالي في انجلترا يا جماعة واحد دفع 400 سترليني اول ما الجمهور دخل على فكرة مش في واقعها قديمة 400 سترليني عن لفظ لمتفرج زي ومش بقى عن وقعة عنصرية او كذا ومنع ستة شهور انت ما تطبقوش هنا ليه عشان مش عارف مين ومين ومين الشباب اللي بنقابلهم هونت بقى محتاجها الدولة تخاطب هذا الاتحاد وهذه اللجنة الولمبية لطرح هذا المشروع واعتماده وتسلم نسخ دولية حقيقية مترجمة لما يحدث بلدان العالم مصر مش عالي من حد بما فيها من كاميرات مراقبة لهذا الامن الجاهز وانا بقولك فيه شركات ايضا وطنية سبحان الله وخاصة تمام اللي هي شركات الامن تأتي اللي تتولى لكن لان الموضوع اصلا محدش باكي عليه غير الدولة اللي لما عملت المشروع العظيم اللي كان عشرين تسعتاشر در ربح غير سمعة مصر لما ينفنتين يقول نسخة دولية حقيقية تمام لكن الناس دي هل يحسبوا على مبيعات وتزاكرة ودخلها وخرجها تمام حطوهم قداما سراتهم مكامة الاسلام واطلب من الاعلام انه يقول ننتظر بكرة بعد وكمان شهر قبل الموسم الجديد عموما منظومة كاملة من اتحاد الكرة لترتيبات امنية تعتمدها وزارة الداخلية